في ضيافة بخيل اتواصل شفويا واحد اتأمل المشهدين ثم اعبر عنهما بانجاز الاستفهام مسترشدا بما يأتي تعين المكان والزمان ذكر الاعمال التي قام بها كل شخص ذكر الحوار الذي دار بين الشخصيتين الاجابة في يوم كانت فيه السماء صافية خالية من الغيوم والشمس صاطعة يغطي دفءها كل مكان قررت الذهاب الى القرية المجاورة والتمتع بجمال طبيعتها الخلابة بينما كنت اتجول بين مساكنها واستمتع فجأة تلبدت السماء بالغيوم ونزلت الامطار ظننتها سحابة عابرة لكنها لم تنقشع ولم تزدد الامطار الا شدة ولم يزدد الرعد الا قاقعة وقصفة حتى لك ان الدنيا مجنونة عاودتها نوبتها فهي تصرخ وتقفز وتمزق ثوبها بيدها وتشق حنجرتها بصراخها وازداد الرعد قرقعة وألهب البرق وأغدقت السماء وجادت وعصفت الريح وثارت وتدفق السيل لم يكن لي في تلك الساعة خيار سوى اللجوء لصديق لي يسكن المنطقة وان احل عليه ضيفا مفاجئا في تلك الليلة وبالفعل توجهت نحو بيته وهممت بدق بابه لم أطل الدقة حتى فتح لي وما إن رآني أحمد حتى بدت على وجهه علامات الاستغراب فبادرني بالسؤال قائلا أهذا أنت؟ ما الذي أتى بك في مثل هذا التقصي يا صديقي؟ مرحبا يا أحمد عذرا منك يا صديقي إني جئتك لقضاء هذه الليلة عندك حتى يتحسن التقص وتتلاشى الغيوم فلا مكان لي غيرك فإن تعذر عليك ذلك فلا حرج عليك أكلام يقال هذا؟ تفضل بالدخول فالدار دارك متى شئت؟ وما هي إلا دقائق حتى أتاه أحمد بطبق مليء بالتمر وكأس من اللبن أتعامل مع النص واحد أقرأ النص الآتي تفضل على بركة الله ولكن عليك أن تعلم أن هذا اللبن يضر معدتك وأن هذا التمر ثقيل عليها وأنت رجل طاعن في السن وتشكو من انتفاخ البطن وعسر الهضم فإن أكلت قليلا كنت كأنك لم تأكل شيئا وإن بالغت في الأكل أنضيت بقية ليلتك في أسوأ حال وتأكد يا صديقي أنني في حيرة لأنني لو لم أجئك بالتمر واللبن لوصفتني بالشح والبخل أما وقد جئتك بهما فلا بد أن تصبر على الجوع وتنام على سلامة فما ضحكت في حياتي كضحكي تلك الليلة ولقد أكلته جميعا فما زادني إلا نشاطا وسرورا اثنان أجيب عن الأسئلة الآتية ألف كيف بدأ أحمد في بداية النص ثم في نهايته الإجابة بدأ أحمد في بداية النص ذو كرم وفي نهايته تبين لنا أنه بخيل باء هل عمل المضيف بنصائح مضيف؟ الإجابة لا لم يعمل المضيف بنصائح مضيف أحدد الفقرة التي تدعم إجابتي الإجابة فما ضحكت في حياتي كضحكي تلك الليلة ولقد أكلته جميعا فما زادني إلا نشاطا وسرورا جين كيف رد الضيف على تحذيرات مضيفه؟ الإجابة رد الضيف على تحذيرات مضيفه بعدم المبالاة دال ما رأيك في تصرف أحمد؟ الإجابة تصرف غير لائق لأنه من واجب المضيف إكرام ضيفه وإشعاره بالكرامة والأهمية والمنزلة السامية وكأنه في بيته تماما أوظف القواعد أقرأ الفقرة الآتية قال أحمد لضيفه ستكون ليلتك عصيرة فهذا التمر ثقيل على معدتك وهذا اللبن مضر وأنت رجل طاعن في السن وما زال بطنك منتفخا ولن يكون هضمك يسيرا باء أفصل بين الجمل بالعلامة الآتية الإجابة قال أحمد لضيفه ستكون ليلتك عصيرة فهذا التمر ثقيل على معدتك وهذا اللبن مضر وأنت رجل طاعن في السن وما زال بطنك منتفخا ولن يكون هضمك يسيرا جين أضع سطرا تحت المبتدأ وسطرين تحت اسم الناسخ الإجابة الإجابة ستكون ليلتك عصيرة فهذا التمر ثقيل على معدتك وهذا اللبن مضر وأنت رجل طاعن في السن وما زال بطنك منتفخا ولن يكون هضمك يسيرا دال أدخل إن على كل جملة غير مسبوقة بناسخ الإجابة فهذا التمر ثقيل على معدتك إن هذا التمر ثقيلا على معدتك هذا اللبن مضر إن هذا اللبن مضر أنت رجل طاعن في السن إنك رجل طاعن في السن أنتج كتابيا أربعة حاول المضيف إقناع الضيف برأيه لكنه لم يفلح اجعل الضيف يرد على نصائح صديقه في نص قصير مغنى بحوار الإجابة تفضل على بركة الله ولكن عليك أن تعلم أن هذا اللبن يضر معدتك وأن هذا التمر ثقيل عليها وأنت رجل طاعن في السن وتشكو من انتفاخ البطن وعسر الهضم فإن أكلت قليلا كنت كأنك لم تأكل شيئا وإن بالغت في الأكل أنضيت بقية ليلتك في أسوأ حال وتأكد يا صديقي أنني في حيرة لأنني لو لم أجئك بالتمر واللبن لو صفتني بالشح والبخل أما وقد جئتك بهما فلا بد أن تصبر على الجوع وتنام على سلامة فما ضحكت في حياتي كضحكي تلك الليلة ولقد أكلته جميعا فما زادني إلا نشاطا وسرورا وبعدما أنهيت توجهت بالقول لأحمد ألا تعلم أن تناول التمر يزود جسم الإنسان بالألياف والتي تعتبر مهمة جدا للوقاية من الإمساك والشعور بالشبع لمدة أطول عن طريق إبطاء عملية تفريغ المعدة من الطعام وتقليل مستوى الكوليسترول السيء فأحسنت اختيار الطبق وإني لمدين لك بحسن ضيافتك ابتسم أحمد ابتسامة صفراء تنم على عدم الرضا والشح وقال متلعثما لكن يا صديقي ما أكلته كثير على معدتك سيشعرك بقلق شديد لا محال من ذلك ومن غير المعقول أن يجهد الشخص نفسه في الاكثار من أكل شيء واحد بكميات كبيرة والإفراط في ذلك في تلك اللحظة تأكدت من شح صديقي أحمد وكان علي أن ألقنه درسا لنبذ البخل لذا قلت له يقول الجاحظ كنت عند شخص من أهلي مروا وهي في خرسان وصبي له صغير يلعب بين يديه فقلت له أطعمني من خبزكم قال لا تريده هو مر فقلت فاسقني من مائكم قال لا تريده لن تستسيغه فهو مالح قلت هات لي من كذا وكذا قال لا تريده هو كذا وكذا وقيل في رواية أخرى أن رجلا نزل ضيفا عند أحدهم فلم يكرمه فقال وأخ مسه نزولي بقرح مثل ما مسني من الجوع قرح فابتداني يقول وهو من السكرة طافح ليس يصح لم تغربت قلت قال رسول الله والقول منه نصح ونجح سافر تغنم فقال وقد قال تمام الحديث صوموا تصحوا خمسة دعاك صديق لزيارته لكنه سلك معك سلوكا غير عادي لأنه يريد أن يفوز وحده بالوليمة لكنك تفطنت إلى حيلته فدار بينكم حوار أسجل الحوار ولا أنسى علامات التنقيط المناسبة أسترشد بما يأتي ذكر المناسبة تحديد الزمان والمكان ذكر شخصيات أخرى إن وجدت التفطن إلى الحيلة الحوار والأعمال التي قمت بها لإفشال الحيلة النتيجة الإجابة بمناسبة نجاح صديقي أقامت له العائلة وجبة غداء فكنت أحد المدعون عند وصولي استقبلتني والدته بحفاوة وترحاب كبيرين ودعتنا مباشرة لتذوق ما تم تحضيره من كعك لهذه المناسبة إنه كعك التمر الشهي كانت قد وضعته في طبق على طاولة متركة في المطبخ وما إن بدأنا بتناول الكعك حتى لاحظت صديقي أحمد قد بدأ يأكل بشراهة ورغبة جامحة وكأنه يدعوني للتخلي عما تبقى منه في الطبق آنذاك خاطبته قائلا لتأكل على مهل منك يا هذا لما أنت مستعجل هكذا ألا تخاف أن تصاب بوجع في المعدة وسوء في الهضم لكنه لم يعر كلامي أي اهتمام فلا يكاد يبتلع الأولى حتى يمسك بالثانية ويقول لي ما بك يا صديقي لما كل هذا الاهتمام بي أستسمحك يا هذا فاهتمامي ما هو إلا خوف عليك لا تقلق فلن يصيبني أي مكروه وإن شئ تترك لي ما تبقى سأكله بكل تأكيد آهم منك ألا تعلم أن الكعك ليس لي ولك فحسب إنما هو لكل المدعوين وخالتي طلبت منا تذوقه لا غير وأردفت قائلا لقد فكرتني في طرفة لبخيل كان يتناول طعام الغداء مع زوجته فقال لها لو لا هذا الازدحام لكان الأكل أطيب قالت وأي ازدحام أنا وأنت فقط قال لها لو كنت أنا والأكل فقط لكان أطيب وعند سماعه لهذه الطرفة تراجع أحمد وقال لله الحمد لقد شبعت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر